السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير على قولات المثل عدنا والعودة أحمده مثل ما احنا شايفين بالخلفية تجارب ناس في عموم تركية قدروا يبصموا على كملك بهذا الوقت يعني من الشهر الخامس 2022 إلى هذا الوقت 1-22-1-2023 طبعا شاركون تجاربكم يرحمكم الله أي حدا مر بتجربة قدر يبصم بهذا الوقت على كملك بشكل نظامي ما هو عن طريق أي حدا أو أي سمسار أو ما شابه ذلك أنا ما أنصح التعامل مع أي مكتب أو سمسار يوهمك أنه يقدر يبصمك على كملك دير بالك ممكن يكون موضوع مزور أخوكم حمده بحمده زابر فرد كرام طبعا أنا قدرت أرصد تجارب مجموعة من الولايات إسطنبول ما صار فيه هذا الأمر حتى الآن إلا حالة واحدة أنا نشرتها قبل شخص كبير بالعمر كل العائلة عندهم كملك إسطنبول إلا هو وعنده إثبات زواج قديم قبل مجيهم إلى تركيا وبصموه بإسطنبول ببيازيد طبعا تجارب بصم على كملك بحكم أحد الزوجين عنده كملك نفس الولاية طبعا أنا رصدت منشور لأحد الأخوة الله يزيل خير طبعا كان منشوره بمحله السلام عليكم ورحمة الله أخواتي يلي استخرج كملك من جديد بموجب أنه الزوج أو الزوجة عندهم كملك شو كان الترتيب بالأمنيات وش قد أخذ مدة وغتل يتم تسليم الكملك الأصفر ومشكورين طبعا تجربة الأورى جت تعليق من أحد الأخوة ولاية بورصة ولاية بورصة القصة صارت معي شخصيا هذا الأوراق بيان عائلة مصدرة من القنصلية والوالي تبع إسطنبول هوية الشخص يلي رح يبصم السورية مترجمة منوترة طبعا هوية الزوجة المقيم في الولاية سند إقامة للي عنده كملك أحد الزوجين وطلب خطي أو بالمكتبة للطلب طبعا نسخ لسخ هذا كتابة الشخص يأخذ الأوراق وتروح على الموظف بيشوف الأوراق بيعطيك موعد بيوم الموعد تجي تبصم ويعطيك وثيقة بيغلك يحجز موعد تحديث بيانات طبعا بعد 35 يوم ترجع تبصم ويعطوك الكلمة الأصفر بعد الوثيقة طبعا هاي ولاية بورصة الأخ الثاني ولاية أضنة من شهرين مرضو بدفتر العائلة طلبوا حصرا بيان عائلة مصدق من القنصلية والوالي تبع اسطنبول مترجم منوتر طبعا أيضا من الخارجية في سوريا وبعد ما جهزت بيان عائلة وراحت الوالدة هي معاهل كملك قالوا لها ما في منها الحكي هذا بس في موظفة قالت له روحي غطي عشرتي عشر عشرين يوم تعالي بدهم موشوا هذا القرار بعد تقريبا شي عشر أيام راحت مرة كمان قالوا لها وراق كلها نظامية تعالي بكرا نبصمكم كلكم الوالد وأخي راحوا تاني يوم طلبوا منهم نوترت البيان وبيطلبوا كتاب الديلكتشة من المكتبات اللي مقابل لمبنى صيغة الديلكتشة أنا حامل كملك وباقي العائلة لا تحمل كملك أريد استخراج كملك لهم وبعدها بصموهم وعطوهم وثاق وعطوهم دور ثاني يوم ثبتوهم عناوينهم وقال لهم احجزوا دور تحديث بيانات واصلع دوركم تعال نعطيكم الكملك الأسوال طبعا هذا عن تجربة أهلي بولاية أظنى أي استفسار عن جهاز هذا الأخ طبعا ولاية أظنى شوفوا ولاية أنقرة بيان عائلة مصدى مخارجية بسوريا من قنصرية مع أسطنبول مترجم منوتر وطلب خطي بإدارة الهجرة هاي تجارب الناس حبيت أفيدكم بهذا الخصوص أتمنى أي حدا مر بتجربة حلوة بالبصم أو أي شيء ينزلنها بالتعليق لا تتكاسل يا أخي لا تبخل لا تقول يا أخي خلص يلا أنا خلصت عمرين الباغي لا يغير الله ما في قومين حتى يغيروا ما في أنفسهم يتمنى الخير لغيرك مثل ما تمنى لنفسك أتمنى ما أحد يبخل علينا أنه يكتب تجربته أتمنى وآثر عليكم أنه تكتبوا تجاربكم اللي مريتوا فيها أو مر في أحد أقرب أتمنى الفيديو يلف كل شخص متواجد على الأراضي التركية ممكن حدا يستفاد من هذا الفيديو يا جماعة الخير هاي الأمور متاحة فترة مؤقتة يعني حاول بسرعة تعجل أمورك وتجيب أوراقك نظامية 100% وتروح وتراجع حسب الولاية الموجودة عجلوا بالأمر يعني ممكن اليوم يصير بكرة لا شفتوا شلون يعني ببدايات الكملة كانوا يأخذوا الناس من الشارع يبصموه عليك بعدين صارت بالمخافر بعدين حصروا بإدارة الهجرة بعدين وقفوها حاليا هاي الأمور نفس الشي عجلوا ضبطوا أموركم كن نظامي حتى ما حدا يتعدى عليك لو بكلمة السلام عليكم